فبالتالي انت عندك كم من الادوار المركبة اللي ده لا وقته ولا مكانه. ليه بقى ولا وقته ولا مكانه? عشان تعمل افكار زي دي في نص الموسم لازم تبقى انت جواريديولا وهم واللعيبة لعيدة السيتي. يعني تبقى انت بيب جواريديولا واللسكواد سكواد السيتي. ليه? عشان لو جرينش وقع منك هتنزل فودن. لو برناردو سيلفا وقع منك هتنزل محرز. لو رودري مش قدي كده هتحط جندجان. لو استون زي طل منك ممكن تحط لابورت. عندك لما اكانجي يتصاب كيل ووكر موجود. لكن انت اصلا هنا ده اللي احنا بدأنا ما عندكش عمق السوء. انت بتكمل الحداشر بالعافية. لو عايز ساعة اربعة تلاتة تلاتة انت ما عندكش تلاتة العابة في نص الملعب اصلا. ده فريرا كان تايه عشان يحط واحد رقم تمانية. فكان شو هيحط عمر السيسي شو هيحط دونجا وشو هيحط امام لما كان موجوده وشو هيحط سيفه. فالفكرة كويسة. مطلوب ان المدير الفني يفكر. ولكن الفكرة دي بيطلق عليها فكرة بداية الموسم. ليه بداية الموسم؟. لان في الطبيعي ان اي فريق في العالم بياخد شهر قبل بداية الموسم فترة اعداد. اشتغل بدني اشتغل فني. فانت في خلال الشهر ده بعد ما بتخلص الجزء البدني بتاعك بتقعد تشتغل مع اللعيبة خمستاشر يوم قفلين على نفسك ولا واحد وعشرين يوم قفلين على نفسكو. تمرين الصبح وتمرين بالليل في معسكر مغلق بتحفظهم عشان يبقى التحرك ديناميكي اوتوماتيكي. يعني ايه ديناميكي اوتوماتيكي؟ يعني التحرك يبقى اوتوماتيك مجرد ما اللعيب ده بيزيد من هنا انا خلاص رحت مكانه. مفيش اتنين لعيبة بيقفوا في حتة واحدة. احنا شوفنا مبارح كان محمود شابانا بيخش على حسام عم يجيت بيقفوا هما لتقل لان الاتنين تايهين. الاتنين تايهين. واصلا هدف روقة طبعا خطأ كمير جدا. لكن في سؤال فني هو ايه اللي وقف روقة هنا وشه الجنو؟ اصلا ده ما كان الباك رايت. يعني في التغطية ده ما كان الباك رايت. والباك رايت اكيد هيوقف الوقفة التلتين اللي هو يعني لو انا الجون اهو ابقفش كده ابقف كده تلتين بحس ان انا ابقى شايف المهاجم وشايف الكورة. الراجل اللاعب الوسط المدافع راجع وشه تماما لجونه في اي حركة طبعا جون. هدف غلط وكومي دي يقول عليه زي ما انت عايز يعني طبعا رؤساء الحظ جدا يعني. بس في الحقيقة ان هو جاي هنا تايه. هو واقف تايه. هو المكان ده مين بيغطيه اصلا. هل ده ما كان محمود شابانا اللي هو المفروض باك رايت واحنا بنلعب اربعة. ولا ده ما كان حسام عمجيد لان الكورة مش معانا فهو هيرود هنا قلب ادفاع. ولا ما كان مين. ما كان مين. ما انت في الستي. الهدف اللي في ارسنال الاول. اللي مطلع الكورة من ناحية الباك رايت جوت من جون ستونز. هو للاعب اللونج. لحالاند. بس بص الكواليتي اللي هناك. تاني. هل معنى كده ان الفكرة وحشة. اصل انتو يا جماعة تيجوا تقولونا ما تقلدوا اوروبا. يا باش اقلد انا ما عنديش مشكلة. قلد اوروبا بالعكس احنا عايزين كل الفرق تقلد اوروبا. بس بالعقل. ايه اللي يليق على لعدتك. وايه التوقيت اللي انت تقدر تشتغل فيه الريزك ده. لان تاني. لو اختراعات او افكار او اكتكارات اخوان كارلوس اسوريو. بسبب ان موسم الزمالك كده كده خلصان فهو غلط. وخطأ كمير جدا لان موسم الزمالك ما انتهاش. وعليها ان يقاتل على اقل تخدير على المركز الرابع. وهنا انا بقولها من منزور المحب الجادول الدوري ان يبقى عندك صراع على المركز الرابع لان اصلا فكرة ان زمان كان باطله الدوري بس اللي بيشعره حتى في اوروبا كان اسمها الاندية بطولة الاندية ابطال الدوري. كان باطله الدوري بس اللي بيتأهل فكانت الدوريات بتموت. لان الصحب المركز التاني ده کلوش لازمة. وبالتاني صحب المركز التالة فبدأ الاتحاد الأوروبي يقول لك لأ أنا سميها دوري أبطال أوروبا ويخش أول وثاني فلاقوا أول وثاني وبطل الكاس يلعب كاس الاتحاد الأوروبي ساعتها يلعب كاس الكوس فبقى عندك أول وثاني وبقيت الجدول ميت وبطل الكاس بيلعب كاس الكوس قال لك لأ أنا هدم الكاس الكوس مع كاس الاتحاد الأوروبي ودخل خمس وسادس وأول أربعة يلعب الشامبيونز دي فنبحي دوري في ست